أخوة وكلازكة اصطناعي في الفترة الأخيرة كان جينس بارك اي اي وايضا مانوس والاتنين شفناهم وجربناهم مع بعض وأخيرا في الاجين مود اللي احنا مستنين وموجود في شات جي بي تي ولكن زي ما انتوا شايفين الموضوع يتحول من أدوات مساعدة لأنظمة بتنفذ مهام احترافية النهاردة حنتكلم عن وكيل جديد وهو سكاي وورك سوبر ايجنت من شركة سكاي وورك وهي شركة ناشئة في سنغافورة بتقدم تجربة إلى حد كبير جدا مشابهة لي جينس بارك ومانوس وي جي بي تي ايجنت سكاي وورك هو مالتي ايجنت سيستم أبرز المهام اللي بيقوم بيها هو إنشاء تقارير علمية أكاديمية يولد عروض تقديمية يحلل ملفات وأيضا ممكن كمان يعمل لك بودكاست بيستخدم وكلاء داخل النظام في كده زي هيكل هرمي منه بيفكك الطلب لمهام محددة بيستخدم زي بلانينج ايجنت وبعد كده بيعمل براوز عبر الانترنت وبيجمع البيانات وبيديب ضايف في المعلومات ويحلل من خلال الديب ريسورش ايجنت وأيضا بيستخدم أدوات تول ايجنت لعلاقة بالبرمجة علشان يقدر نووي يحلل البيانات بشكل عام نقدر نقول إن سكاي وورك هو تجربة جديدة لوكيل جديد من وكلاء الزكاء الاصطناعي إن شاء الله هنجربه مع بعض وسكاي وورك بيقدم خطة مجانية مختلفة شوية جينيس فاركي اي اول مطلع كان بيقدم لك عن طريق ان انت تعمل انفايد فرينز بعض الشهور المجانية ولكن سكاي وورك بيقديك 500 نقطة لما بتخش تعمل ساين اوب داخل الموقع وبينزلك رصيد مجاني 500 كريدتس بشكل يومي لمدة شهر واحد فقط يعني اول شهر بعد كده بتاخد 500 كريدتس بشكل أسبوعي ممكن المستخدم يدود الأرصيدة بتاعته عن طريق نظام الانفايد فرينز بحصل على 300 رصيد إضافي لكل مستخدم جديد هل الموضوع كده مفتوح لا انت بتعمل انفايد فرينز وي لحد خمس أشخاص بيعملوا ساين اوب داخل الموقع بتاخد 300 نقطة فكل شخص بيعمل ساين اوب لحد خمس أشخاص فقط يوميا حتة دي برضو مهمة علشان تحاول تستفيد من النقط قدر الإمكان هلو نبص بصة سريع على سكاي وورك ونشوف الأكسبرس الموجودة ما تروحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية بدخلنا على السكاي وورك سوبر ايجنت هتلاقي ان الوجهة بتاعته أيضا سهلة في الاستخدام زي ما قلتلك من المهم ان انت تستفيد ب500 نقطة اللي انت بتاخدهم كل يوم لمدة أول شهر وحتاخدهم كل أسبوع بعد الشهر الأول وما تنساش تعمل انفايد فرينز من خلال الكوبي لينك وتحاول تدعو خمسة من أصدقائك عشان ينزل لك كريدتس إضافية تقدر ان انت تستفيد بها أولا هناك العديد من الايجنت زي ما احنا شايفين عندنا الدوكيمنت عندنا السلايدس وعندنا الشيتس وكل واحد فيهم بيتكلم عن نفسه لو دوسنا على الدوكيمنت بيقولك تعمل ايه دخل توبيك معين او ارفع فايل و اول دوكيمنت ايجنت ممكن ان هو يكتب لك مثلا اي حاجة متعلقة بالتوبيك اللي انت عايزه ايضا بالنسبة للسلايدس الاجنت الخاص بالسلايدس ممكن ان هو يعمل لك بريزنتيشن الشيتس ممكن يعمل لك تيمبلتس ايضا الويب بيجز ممكن تطلب منه ان هو يكتشف ترافل ديستينيشنز مثلا اماكن معينة مثلا للصفر البودكاست بيعمل لك بودكاست وده جنرال بشكل عام بيقولك دخل question او ارفع ملف ويطلب منه ان هو يحل لك مشكلة يجاوب لك على سؤال وما الى ذلك وفي هنا امكانية للتفعيل search وايضا في امكانية لرفع الملفات وممكن ترفع من على الجهاز بتاعك والknowledge base الموجودة اللي بتكون موجودة في skywork هنا الknowledge base بتقدر ان انت ترفع الملفات اللي انت عايزها يعني لو دست على knowledge base في امكانية ان انت ترفع كل الملفات وتقدر ان انت تختار منها لما تبتدي ان انت ترفع الملف بتختار من knowledge base بتاعتك ايضا انك انت ترفع من الكلاود من جوجل درايف او دروب بوكس وفي حاجة اسمها professional data ودي مصادر موثوقة بيتم ربطها بالوكيل لتمكنه من تحليل او انشاء محتوى مبني على بيانات مالية او قانونية او حكومية دقيقة فلو مثلا روح تختارت alpha vantage وانت عايز ان هو يقدم لك بيانات مثلا مالية فهنا هتبتدي تختاره وهنا هتبتدي ان انت تقوله استخدمه هنا بيقولك 5 times remaining خمس مرات وهنا هتبتدي تحط الامر بتاعك هنا مثلا هتقوله حل الاداء سهم شركة تيسلا خلال اخر 3 شهور وديني رسوم بيانية والتحليل الفني الناس مثلا بتستصمر في اسهم شركات تيسلا ممكن تستفيد بهذه الجزئية وبعد كده هبتدي ادوس انتر وانت بتدي تحصل على هذا الاداء زي ما قلتلك من خلال تقرير يتضمن رسوم مثلا بيانية ده طريقة استخدامه تعال نجرب مع بعض الشيتز نفترض ان انا عايزة اعملي تمبلت معين استخدمه فهنا هطلب منه هطلب منه بالعربي هقوله اديني قالب جدوى البيانات لتخطيط الميزانية الشخصية الشهرية انت عايز تخطط الميزانية بتاعتك يكون فيها مصادر الدخل النفقات الثبتة النفقات المتغيرة المدخرات واي حسابات اخرى واضف لوحة ملخص تتضمن تصور بياني دائري ده نوع الشورت اللي انت حابب ان هو يكون موجود في التمبلتو وبعد كده هبتدي ان انا ادوس انتر ما تنساش تختار الاجنت اللي هو الشيتز هنا هبتدي ادوس انتر وتعال نشوف هيشتغل ازاي هنا بيقولي حقوم بتأكيد المهمة معك لدمان فهم المتطلباتك الفئات if you skip or ignore this step will proceed with the task على طول يعني انت هنا ممكن ان انت تقوله ايه فئات الدخل بالنسبالك الراتب الشهري مثلا الفئات النفقات ممكن تقوله مثلا كل الكلام ده انت عايزه مثلا انواع المخططات مخطط دائري للنفقات مثلا هنا فترة التخطيط شهر واحد ثلاث شهور هنا ممكن اقوله مثلا سنة كاملة واقوله continue خد بالك بيبتدي عد كده زي عشر ثواني فحاول انت ايه يعني تخلص اختياراتك قبل العشر ثواني ما يعده هنا بيقولي شكرا على تأكيد المتطلبات سأقوم الان بانشاء خطة عمل هنا بيقولي if no action will taken هنا في عشرين لا مش عشر ثواني عشرين ثانية في عشرين ثانية بيبتدي هو ياخد الaction فانت لازم عشرين ثانية تلحق تبتدي انك تختار وتبتدي تأكد فانا هنا هبتدي اقول له continue لو انا اوكي موافقة او بعد عشرين ثانية هو directly هيبتدي انه هو يبتدي ينفذ هنا هبتدي يستخدم عشان يجمع البيانات data collecting حيبتدي انتقل مباشرة لمرحلة تحميل البيانات وانشاء هيكل بيانات الاساسي بعد كده حيبتدي data loading يحمل البيانات وبعد كده حيبتدي يشتغل على انشاء الملف زي ما احنا شايفين دي الميزانية الشخصية الشهرية عملك template مصادر الدخل النفقات السبتة نفقات المتغيرة طبعا الحاجات دي انت بتشيلها وبيديك مثال يعني فانت المفترض من الارقام انت حتشيلها وتحط الارقام بتاعتك هنا اعطاك كمان يعني زي ما احنا شايفين الشيت الخاص بملخص الميزانية تحليل النفقات الاهداف المالية يعني هو عملك زي work sheet كامل مكوة من ملخص الميزانية تحليل النفقات والاهداف المالية زي ما قلتلك انت بتحط هنا الارقام بتاعتك هنا بتبتدي تعمل download للwork sheet ده وتبتدي ان انت تستخدمه تفتحه على excel وتبتدي ان انت تستخدمه تعالا نجربه بقى في افضل الادوات الموجودة وهي slides slides سبتدي ان انا اختار the slides وابتدي ان انا ارفع document بتاعي في هنا ال fast mode وال deep mode ال fast mode يقول لك designed for efficient creation with simplified steps ال deep mode يعني بيدي بدايف اكتر وبيستخدم stronger models هو بيستخدم مجموعة من الموديل المختلفة منها Gemini 2.5 Pro Cloth 3.5 Sonnet Quinn GPT 4.1 يختار هو النموذج المناسب للتاسك حبتدي احط التاكست بتاعي بقول له حول الملف النصي لعرض تقديمي احترافي وقلت له عايزة شكله عامل ازاي بالضبط وحبتدي اروح ارفع الملف فهنا حبتدي ارفع الملف بتاعي من على الجهاز بتاعي اعمل confirm وحبتدي ادوس enter واخترت الديب هنا قليس اقوم بانشاء خطة عمل لتحويل المستند المرفق وعطوني الحاجات لو انت عايز تلحق تعدل اي حاجة تطلب منه في خلال عشرين ثانية زي ما قلتلك حيبتدي انتقل الى مرحلة التنفيذ انا هقول له continue وحنشوف دلوقتي النتيجة تم الانتقال لمرحلة التنفيذ بيبتدي بقى ينشئ المخطط حط الoutlines ويستخدم mcb tools وهنا بيبان معاك زي جينس بارك بالضبط الكود والpreview يمكن الفرق thinking اللي كان موجود في جينس بارك في ثلاث حاجات هنا لو انت روحت للpreview هتلاقي اول سلايد موجودة اللي كان في جينس بارك الpreview وكود والثينكينج موجود في كل السلايد لكن هنا موجود بشكل عام مش هتفرق هو هنا لسه شغال على page 2 بالنسبة للسرعة يعني جينس بارك اسرع شوية من sky work ده اللي خدت بلي منه ولكن لاحظ برضو ان احنا بنستخدم deep mood مش الفاست mood اعتقد ان هو خلص واضح ان انا ظلمت في السرعة هبتدي دوس preview تأثير التعليم عن بعد والتعليم الحضوري على اداء طلب الجماعات في الشرق الاوسط بعد جائحة كورونا كنت رفع له ملف عن الريبورت ده وزي ما احنا شايفين في صور ودي بقى competitive advantage الميزة التنفسية اللي بتكون ما بين يعني جينس بارك وغيرها من الوكلاء زي sky work كل واحد بيحاول يقدم ميزة اكتر لو خدت بالك هتلاقي جينس بارك مهتم بالشورتس وبالايكونز وبالتنظيم اكتر مثلا هنا ايضا منظم بس هو هنا بيركز اكتر على الصور حائل powerpoint بتاعه جيد جدا لو قلنا بيتفوق على جينس باركي اي ده حيبان كمان من مراجعة اللغة العربية ومراجعة المحتوى الموجود عشان تقدر تدي فيدباك مظبوط لازم تراجع المحتوى اللي موجود من المفترض نتعرف المحتوى بتاعك اللي موجود في الملف الاصلي وتتأكد ان كل حاجة مظبوطة هنا ممكن تروح تعمل edit في امكانية ان انت تروح تعمل edit على الpowerpoint على جزء جزء والموضوع ده موجود ايضا في جينس باركي اي ايضا هنا لو انا رحت عملت داونلود الفورمات ممكن ينزل export to google slides bbtx pdf html تعالا بقى نروح لحاجة كده سريعة هروح معيكم على الجزء المتعلق بالبودكاست وحوريكم يعني already project انا عملته بالبودكاست هنا في البودكاست بصراحة الميزة حاجات كتير قوي اولا اللغة العربية بيدعم اللغة العربية ان انت تقدر تختار ما بين متحدث واثنين متحدث فبالتالي انت هنا مش محكوم بتو سبيكرز زي موضوع notebook lm وطبعا بترفع الملف اللي انت عايز تعمل منه البودكاست وبيديك كمان اللي سكريبت بيبقى قدامك ظاهر بتسمع وتشوف اللي سكريبت والشخص الاول بيقول ايه والشخص التاني بيقول ايه هنشوف مع بعض حاجة من الحاجات اللي انا عملتها ولو عايز شرح تفصيلي موجود على قناة كل يوم موقع جديد شرحة بالكامل وابد تفصيل عمل بودكاست باستخدام skywork ده البودكاست بيكون ده شكله هنا متحدث واحد بس يعني انا حبيت ان ما يكونش عدي متحدث اول وثاني لو في اكتر من المتحدث حيبتدي هنا يقولك المتحدث الاول من المتحدث الثاني او يديك اساميهم هنا بيطلب منك قبل ما يبتدي يشتغل على البودكاست ان انت تحدد له عدد المتحدثين وايه الظواهر اللي عايز يتكلم عنها ان هنا مرفعتلوش اي ملف انا قلت له بودكاست بعنوان اغرب الظواهر حول العالم باسلوب غامض وجذاب بيقدم مقدمة مشوقة بيتكلم عن خمس ظواهر خاتمة تحفز التفاصيل كل ظاهرة مع تعليق يسير الفضول خاتمة تحفز المستمع الديني اللغة العربية تكون فصحة ودي حاجة ورد من الحاجات الناس اللي بتدور على لغة عربية فصحة والحلقة الصوتية مدتها عشر دقائق تقريبا هو عطى هذه حوالي ثمان دقائق مش بطال ونبرط الصوت غامضة ومشوقة برضو هنا بيديك اختيار تختار كل اللي انت عايزه في خلال عشرين ثانية لازم تختار بسرعة قبل ما ينتقل الى التنفيذ نفس النقطة يعني مش عارفة ايه الفكرة بس يعني مش عارفة ليه عشرين ثانية ولازم تختار وينتقل اللي ما بيدكش فرصة انت تقول ولكن ده الابشن الموجود عنده وده البودكاست ممكن اسمعك جزء منه هل سبق وتسألتم عن تلك الالغاز التي تتحدى فهمنا للعالم من حولنا هل تعلمون ان بعض هذه الظواهر موثقة علميا رغم عجز العلماء عن تفسيرها بشكل كامل اعيدكم بان ما ستسمعونه اليوم سيثير فضولكم ويدفعكم لتساؤل عن طبيعة الكون الذي نعيش فيه وده البودكاست اللي تم إنتاجه جزء من البودكاست سيما قلت لك عايز تعرف بالضبط ازاي تعمل البودكاست ممكن تتابعنا على قناة كل يوم موقع جديد احنا مهتمين بهذا النوع من المحتوى وحتلقيني شرح الجزء ده في سكاي وورك حاولوا تستفيدوا بالاشتراك اول شهر تاخدوا كل يوم 500 نقطة تشتغلوا بيهم وكمان الانفايد فرينز فعلا بتقدر تحصل على نقط من الاشتراك لحد خمس اشخاص في اليوم من خلال اللينك وحطي لك ايضا اللينك في الوصفة اسفل الفيديو اتمنى تكونوا استفادتم الفيديو النهاردة على قناة انفو تكفريو بنحاول نقدم لكم كل جديد ومفيد فياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير والكومنت لو كنتم من متابعينا الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته